في هذا الفصل الخامس بعنوان النظم القصورية والنظم المتسارعة سوف ندرس حركة جسم بالنسبة إلى نظامين أحدهما ثابت والآخر متحرك وسنتطرق إلى مفاهيم مهمة جداً مثل مفهوم تسارع كوريوليس ومفهوم تسارع التسارع الطرد المركزي بالإضافة إلى تراكب السرعات وتراكب التسارعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ إذن وحدة جديدة بعنوان النظم القصورية والنظم المتسارعة ستكون هي الوحدة الخامسة في مقرر ميكانيكا 2 إذن لدينا حركة نظام إحداثيات بالنسبة لنظام ثابت هذا اللي راح ندرسه نفترض أنه لدينا نظام إحداثيات S' محاوره X' Y' Z' هذا النظام S' يتحرك بالنسبة لنظام الثابت S ومحاوره X' Y' Z' كما هو مبين بالشكل التالي إذن النظام S نقطة الأصل حقه هي O ومتجهات الوحدة حقه IJK بالنسبة لنظام S' نقطة الأصل O' وأحداثيات ومتجهات الوحدة I' J' وK' طيب إذا لدينا نقطة P تعطي موضع جسم كتلته M فإنه متجه الموضع لهذه النقطة P داخل النظام S تكتب R تساوي O P تساوي XI زائد YJ زائد ZK يعني أنه النقطة P إحداثياتها X و Y و Z في النظام S بينما إحداثياتها في النظام S' هي X' Y' و Z' وبالتالي متجه الموضع يكتب R' يساوي O' P يساوي X' I' زائد Y' J' زائد Z' K' طيب خلينا نعرف بعض المفاهيم اللي رح نستعملها كثير في هذا الفصل إذن لدينا VA هي سرعة الجسم P في النظام S E نسبة إلى Absolute Absolute System VR هي سرعة الجسم P يعني نفس الجسم ولكن داخل النظام S' Relative System نفس الشي بالنسبة للتسارع A A تسارع الجسم P داخل S و A R تسارع الجسم P داخل النظام S' طيب بصفة عامة حركة نظام الإحداثيات S' يعني النظام المتحرك S' بالنسبة للنظام الثابت S هي تراكب بين حركة دورانية أو تراكب حركة دورانية بسرعة زاوية Omega S' بالنسبة ل S يعني Omega هي السرعة الزاوية لدوران النظام S' بالنسبة ل S وحركة انتقالية بسرعة VS' بالنسبة ل S' تساوي مشتقة المتجه أو أو داش بالنسبة للزمن داخل النظام S' هذا المتجه أو أو داش يحدد موضع النظام S' داخل النظام S' طيب خلينا نشوف الحين حالة خاصة وهي أنه نظام الإحداثيات S' في حالة حركة دورانية بالنسبة للنظام S حول المحور Z' كما هو مبين بهذا الشكل يعني بدون حركة انتقالية فقط دوران حول النظام S' طيب نلاحظ انه اخترنا ان يكون أو أو داش متطابقين وايضا النظامين Z و Z' لمتطابقين طيب اذا لما يدور النظام Z' حول النظام S' حول النظام S فانه ستكون هناك زاوية بين X و X' هي ثيتا وهي ذاتها الزاوية اللي بين Y و Y'dاش طيب بالرجوع إلى هذا الرسم نقدر نوجد بعض المعادلات المهمة جدا وهي علاقات بين I'dاش و J'dاش و K'dاش متجهات الوحدة داخل النظام S'dاش و IJK اللي هي متجهات الوحدة للنظام S طيب ايش نلاحظ؟ نلاحظ بكل بساطة انه I'dاش عفوا يساوي Cosin Theta I زائد Sin Theta J J'dاش يساوي سالب Sin Theta I زائد Cosin Theta J هذا كله نلاحظه هنا بكل بساطة وهنا بكل بساطة إذن نلاحظ أيضا بديهيا أنه K يساوي K'dاش حسب المثال اللي أخذناه وبالتالي إذا اشتقينا هذا المتجه I'dاش بالنسبة للزمن داخل النظام S مشتق Cosin Theta رح يعطينا D Theta على DT في سالب Sin Theta مشتق الكوزاين هو سالب Sin ومشتق Sin Theta رح يعطينا أيضا D Theta على DT ومشتق Sin رح يعطينا Cosin Theta إذن رح يعطينا D Theta على DT مضروب بين قوسين سالب Sin Theta I زائد Cosin Theta J ونلاحظ بكل بساطة أنه اللي بين قوسين هذا ما هو إلا المتجه J'dاش مثل ما أنا ملاحظين بكل بساطة إذن يساوي D Theta على DT في J'dاش هذا الناتج مشتق I'dاش بالنسبة للزمن في النظام S يساوي D Theta على DT في J'dاش ونعرف أنه متجهات الوحدة I'dاش عفوا وJ'dاش وK'dاش متجهات الوحدة للنظام S'dاش إذا ضربنا ضربا اتجاهيا I'dاش في J'dاش فإنه الناتج رح يكون K'dاش إذا ضربنا J'dاش في K'dاش فإنه الناتج رح يكون I'dاش وهكذا دوا إليك وهذا الاتجاه هو الموجب إيش يعني موجب؟ إذا ضربنا في الاتجاه المعاكس K'dاش في J'dاش فإنه الناتج سيكون سالب I'dاش طيب في إيش رح يفيدنا هذا؟ هذه J'dاش اللي لقناها هنا سنكتبها بكل بساطة K'dاش في I'dاش وفي الأخير مشتق I'dاش بالنسبة للزمن داخل النظام S يساوي D Theta على DT K'dاش في I'dاش طيب بنفس الطريقة سنشتق الآن J'dاش بالنسبة للزمن في النظام S سيعطينا يعني بكل بساطة D Theta على DT سالب كوزاين Theta I ناقص ساين Theta J ونلاحظ أيضا هذا اللي بين قوسين هو إيش؟ هو سالب I'dاش شوفوا معي كوزاين سالب كوزاين ساين سالب ساين إذن اللي بين قوسين رح نعوده بناقص I'dاش إيش قلنا قبل شوي إنه هذا السالب I'dاش هو K'dاش في J'dاش إذن رح نعود سالب I'dاش بK'dاش J'dاش ونستخلص في الأخير إنه مشتق J'dاش بالنسبة للزمن في النظام S يساوي D Theta K'dاش J'dاش يعني مشابه للناتج الأول بالنسبة لمشتق K'dاش بالنسبة للT أبسط بكثير ليش؟ لأنه لما يلف لما يدور النظام S'dاش بالنسبة لS المتجه K'dاش يفضل ثابت في مكانه إذن بالنسبة للزمن الاشتقاق بالنسبة للزمن رح يكون صفر نقدر نكتبه على شكلة K'dاش في K'dاش ضرب اتجاهي معلوم أنه الناتج هذا يساوي صفر بكل بساطة إذا ضربناه في القيمة D Theta على D T رح يفضل الناتج أيضاً صفر ما يتغير شيء ليش كتبنا كده؟ عشان نلاقي أيضاً ناتج مشابه للاثنين اللي شفناهم قبل شوي وفي الأخير خلينا نقول إذا المتجه أوميغا هو إيش؟ هو متجه السرعة الزاوية لدوران S'dاش بالنسبة لS ونقدر نكتبه إيش؟ مقدار أوميغا هو D Theta على DT معروف هذا السرعة الزاوية شفناها في الفصول السابقة مضروب في K ليش؟ لأنه محور الدوران موازي لZ أو لZ' نفس الشيء K أو K'dاش ما يتغير شيء إذن رح نرجع للثلاثة نواتج اللي لقناها قبل شوي ثلاثة معادلات اللي لقناها قبل شوي ورح نعوض هذه D Theta على DT K'dاش رح نعوضها بأوميغا ونلاقي D I'dاش على DT يساوي أوميغا في I'dاش نفس الشيء رح نعوض هذا بأوميغا ونلاقي D J'dاش على DT يساوي أوميغا في J'dاش وهذه D K'dاش على DT رح نلاقيها أوميغا ضرب K'dاش وهذه مهمة جدا 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 رح نستعملها كثير لاحقا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر